ومعانا ابو اسلام ازاي ازاي حضريك استاذ ابو اسلام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة البركاته وتفضل. لو سبعت افريط الشيخ كلها سؤالين اول سؤال. فضل. اه اول اهن الاستنجاء واجف في كل وضوء. طيب ده اول سؤال السؤال التاني. السؤال التاني وامر اهلك بس فهل طريقة الامر ايه عشان ساعات مسلا ده الاولاد ايه بيعك فيه مقاومة. واحنا بنصلي ايه مع نفسنا ربنا شهيفنا. اولادك سنهم كام يا حاجة حاجة بو اسلام. والزوجة والزوجة. طب اولادك سنهم كام. انت واضح ان اولادك خلاص كبره. تالت عدادي. تالت عدادي. اه. في حد تاني. والمدائم طبع. طيب يا سيدة اقول لحضريك اول حاجة مش لازم الاستنجاء مع كل ايه? مش لازم الاستنجاء مع كل وضوء. لا مش ضروري. لان فيه ناس كتيرة فاهمة ان الاستنجاء ضروري. مع كل وضوء عشان الشخص يبقى جاهز للطهارة. لا ده مش حقيقي. لكن انت يجب ان انت تتوضى. تتوضى يعني ايه? تزيل الحدث الاصغر اللي عندك اللي كان منعك من صحة الصلاة. فاذا توضقت خلاص. يعني مش لازم نعمل كده. مش لازم نعمل كده. طبعا الناس بتعمل كده ليه? تجنبا ان هو هو بيصلي يكون بيدفع الاخباسين. فعشان كده بيعمل ايه? بيدخل ليستنجي عشان يعمل الكلام ده. لكن هل ده شرط لصحة الصلاة او شرط لصحة الوضوء? لا شرط لصحة الصلاة ولا شرط لصحة الوضوء. فاذا الانسان توضى مباشرة وراح صلى صلاة صحيح. السؤال التاني بيقول ازاي اقمر اهلي بالصلاة? باننا اكلمهم عن الصلاة. وخليهم يسمعوا كلام حسن عن الصلاة. ويعرفوا ان الصلاة صلة بين العبد وربي. ولما يدخلوا على الصلاة يدخلوا على انه اللقاء حبيبه. اللقاء مولاه. هيتكلم ويدعو ويشكو ويناجي. فالصلاة حاجة درة حياتنا. الصلاة دي اتعاملة بالزبط زي الشمس في حياتنا. لازم نكلم اولادنا بهازي الطريقة للصلاة. طب اعمل ايبقى? مش اضربهم. اوعى تكون بتمارس العنف مع الاولاد في ما يتعلق بالصلاة. ليه? ليه حضرتك لازم تسألني ليه? لان احنا شفنا بالتجربة وشفنا بالمشاهدة ان الناس اللي مورس معهم العنف مع الصلاة تمردوا وبدأوا يكراهوا الصلاة. ليه? لان حضرت النبي هو اللي علمنا ان احنا نخلي بالنا من ده. ما كان الرفق في شيء الا زانة. وما نزع من شيء الا شان. فتنبه لده. يبقى بالحسنة. خليهم يسمعوا كلام حلو عن الصلاة. والاجل هذا بعض العلماء صنفوا كتب في 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 كلام عن الصلاة. زي تعظيم آآ آآ قدر الصلاة له المروز. يبقى عندنا لازم احنا نشوف الكلام ده. يبقى احنا لازم نكلمهم عن الصلاة. نخليهم يحسوا ان الصلاة دي شمس ونور في حياتهم مباركة. فما يتركوهاش بمحبة وباقبال على الله.